يلا بنا يا حبيبي نشوف مع بعض المقارنة بين المجموعات يعني إيه المقارنة بين المجموعات؟ يعني عايزين نقارن بين مجموعتين هيبقى قدامنا مجموعتين ونشوف مين فيهم الأكتر ومين الأقل تعالوا نشوف مع بعض عندنا عدد من الأولاد وعدد من البنات أيهما أقل الأولاد أم البنات؟ بصوا كده شوفوا الاولاد قدامكم وشوفوا البنات قدامكم ادي مجموعتين وعايزين نشوف مين الاقل يلا قولوا لوحدكم مين اقل الاولاد ولا البنات تمام تمام احسنتم الاولاد اقل من البنات طب نشوف مجموعتين كمان ونقول مين اكتر نقول ايهما اكسر البرتقال ام الموز عندنا مجموعة فيها شوية موز ومجموعة تانية فيها برتقال مين الاكسر؟ قولوا لوحدكم الموز ولا البرتقال شطار شطار الموز اكتر من البرتقال طب تعالوا نشوف مجموعتين كمان عندنا مجموعة اقلام ومجموعة كتب بنقول اكمل بكلمة اقل او اكسر الاقلام اقل من الكتب ولا اكسر من الكتب؟ شطار الاقلام اكسر من الكتب؟ طبعا دينا كبيات وملاعق نشوف الاكواب اقل من الملاعق ولا اكسر؟ قولوا انتوا لوحدكم شوفوا كده كل كباية معها معلاء كل كباية معها معلاء وشوفوا مين اللي حيبقى اكتر الاكواب اقل من الملاعق ولا اكسر من الملاعق؟ اختاروا الاجابة لوحدكم احسنتم ياولاد الاكواب اقل من الملاعق طب شايفين عندنا مجموعة كور؟ عايزين نلون الكور اللي قدامنا بلونين شوية منهم احمر وشوية منهم اخضر بس بشرط خدوا بالكم تكون مجموعة الكرات الحمرة اكتر من مجموعة الكرات الخضرة فعالوا نلون مع بعض بالاحمر بس يكون الاحمر اكتر من الاخضر ادي كورة بالاحمر وادي التانية بالاحمر وادي كمان التالتة والربعة كمان لونناها بالاحمر لو لوننا الاربعة دول بس حيبقى الاحمر قد الاخضر صح نزود كمان واحدة حمرة ادي كمان واحدة حمرة والباق نلونه بالاخضر ادي اللون الاخضر ودي التانية باللون الاخضر ودي الكورة التالتة والاخيرة باللون الاخضر طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال الجميل ده بيقول لي لون هذه الأشكال باللونين الأزرق والأصفر ثم كون مجموعتين بحيث تكون الأشكال الزرقاء أقل من الصفراء يعني عندنا وردة وعربية وفراشة وكورة وقطة وكلب ومركب وموزة وعصفورة وآلم الأشكال دي عايزين نلون بعضها باللون الأصفر وبعضها باللون الأزرق بس اللي حنلونه بالأزرق يكون أقل من الأصفر طب إيه رأيكم لما نلون حاجة بالأصفر وحاجة بالأزرق ونيجي في الآخر نزود كمان واحدة صفرة يعني إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض نلون الوردة باللون الأصفر والكورة باللون الأزرق شايفين مع بعض؟ يبقى كده قد بعض اللي متلونين ونلون القطة باللون الأصفر والمركب باللون الأزرق طب تعالوا نلون الفراشة كمان باللون الأصفر والعصفورة باللون الأزرق طب نلون السيارة باللون الأصفر والألم باللون الأزرق فاضل حاجتين ما لوننا همش لو لونت واحدة صفرة وواحدة زرقة حيبقوا قد بعض نلون اللي اتنين أصفر يعني الكلب الصغير اللي قدامنا ده نلونه باللون الأصفر والموزة كمان أصلا لونها أصفر نلونها هي كمان باللون الأصفر بقى كده عدد الأشكال اللي لونها أزرق أقل من عدد الأشكال اللي لونها أصفر طب نشوف كمان مسألة بيقولي أكمل رسم الورود بحيث يكون للمجموعتين نفس العدد من العناصر يعني إيه؟ يعني عندي مجموعة فيها ورود ومجموعة فيها فراشات عايزين العدد هنا قد العدد هنا طب إحنا شايفين قدامنا وردتين بس يا أستاذ وفيه فراشات أكتر طب تعالوا نقول كده مع بعض آدي فراشة قدامها وردة شايفينهم مع بعض وآدي فراشة كمان قدامها وردة كمان طب فاضل لنا إيه؟ ناخد كل فراشة نعلم عليها كده نرسم قدامها الناحية التانية وردة آدي فراشة كمان وآدي وردة وآدي فراشة كمان وآدي برضو وردة وآدي آخر فراشة ونرسم قدامها وردة كده بقى عدد الفراشات قد عدد الورود تمام برافو عليكم أنا سمعت بنته ولد من بعيد بيقولولي يا أستاذ دول خمس فراشات وخمس وردات أقول لكم برافو عليكم انتو شطار وتستهل تسقيفة وإحنا لسه إن شاء الله بعد شوية هناخد الأعداد كلها مع بعض